الأوضاع الوبائية في الأردن مستقرة ومنخفضة بتلك الكلمات دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قبرصة والاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الأردن كدولة خضراء أسوة بنظمة الصحة العالمية لجذب السياح إلى الأردن وتنشيط التبادل السياحي الصفدي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي في لارنكا أشار إلى أن التطورات في المنطقة تنعكس مباشرة على البلدين وأنهما معنيان بتحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات لتحقيق تطلعات الشعوب وبين الصفدي أن مباحثاته مع وزير خارجية قبرص تطرق إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مسمنا الموقف القبرصي الداعم لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومؤكداً اللا بديلة عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة تحدثنا أيضاً في الموضوع السياحي والحاجة من أجل العمل معاً لتطوير العلاقات السياحية وذكرت لمعالي الأخ أن الأردن فيما يتعلق بأوضاع كوبيد نحن الآن في وضع مطمئن إيجابية الفحوصات أقل من 3% الحالات في حدها الأدنى ونأمل أن يكون هناك قرار قبصي قريب برفع الأردن من القائمة الحمراء إلى القائمة الخضراء حتى نستطيع أن نزيد التواصل ما بين بلدين والمزيد من التبادلات السياحية والتجارية وغير هذا كأن الوضع في الأردن مطمئن جداً ومنظمة الصحة العالمية اعتبرت الأردن من الدول الخضراء ونأمل أن تقوم كل الدول الأوروبية باتخاذ القرار بنقل الأردن إلى القائمة الخضراء لأن الحقائق على الأرض تجعل من هذا القرار القرار الصحيح